أعلن نائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي للشرق الأوسط أن التحقيقات في التفجير المستمرة تحت الشافي الشخصي تتركز على محاولة معرفة نوع السيارة المفخخة بعدما تحولت إلى كتلة من الحديد المتفحم ورفع البصمات والعينات من موقع الحادث كما لفت ماضي إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت جمع كاميرات المراقبة المثبتة على المباني والشركات المحيطة بموقع الانفجار كما بدأت العمل على موضوع الاتصالات مشيرا إلى أن لا توقفت حتى الآن في هذه القضية في غضون ذلك كشف مصدر أمني للصحيفة يعينها أن معطيات القضية تشير إلى أن مجموعة منظمة ومحترفة لا تقل عن عشرين شخصا هي التي نفذت الجريمة وأضاف المصدر أن عملية من هذا النوع يفترض أن يكون جهز لها الفاعلون أكثر من سيارة مفخخة وضعت في أماكن أخرى كان الجنات يفترضون أن الحسن سيسلكها ترجمة نانسي قنقر